جمعية المهنية ومجال تخصصهم ماذا؟ نحن كجمعية المهنية نفيد الطلبة بمجال البترول نفيد لهم كذا ندوة ندوة عن التخصص وندوات مرات نطلع عن مجال الدراسة ونروح بمجال الترفيه لأنها لا يصير كلها دراسة وعندنا ورش نسوي ورش آخر ورشة سويناها قبل شهر كانت ورشة عن الأكسل جمعية مهندسين البترول متى تم إنشاءها؟ SBE الأم تم إنشاءها 1957 عدد أعضائها 164 ألف أكبر جمعية مهنية بالعالم وأعضاء الجمعية يعني الأعضاء كيف يتم منح ومنثقة؟ نحن نسوي نفس اللقاء مقابلة حق اللي مقدمين حق البترول ونختارهم على اللي نشوفها أكبر جمعية هندسة البترول وين مكانها؟ وهل هي مرتبطة بجمعيات مهندسين البترول في جامعات أخرى أو كليات أخرى؟ هل لهم تواصلوا ببعض؟ نحن كلنا كجمعيات البترول مرتبطين حق SBE الأم وهو طبعاً كالدولة فيه عندك بأمريكا عندك بنيوزلندا عندك بانزولا عندك دبي عندك كالدولة من داخل الكويت؟ من داخل الكويت نحن نتعامل مع SBE الأم دايركت والجامعات أو كليات الأخرى عندك ACK نحن بس بالكويت ACK وفي جامعة الكويت وفي تواصل ورش أمر ببعض ممتاز زي أنتم بس تفيدون طلبة فيها بس في ورش العمل ماكو مثلاً نوات للمواد ورقة ترتيب التكاترة مطالبات للطلبة لا لا طبعاً كل هذا فيه يعني أي مادة نحن نوزع حقها نوات يعني أي دكتور مثلاً يعطي مادة بالقسم نحن نوفر نوات حق الطلبة وطبعاً كل جمعية لها رائد نعم من هو رائد هذه الجمعية؟ نحن رائد جمعيتنا لبروفيسور عيسى صفران كيفية كيفية يتم اختياره؟ أنتو تختارونا أو من قبل الجامعة؟ من قبل الجامعة وشنو آلية عمله وياكم؟ عشان أكون صريح معك بروفيسور عيسى صفران وهو السبب الرئيسي اللي خلّة جمعيتنا تتطور هالسنة يعني إحنا كنا جمعية غير فعالة لسنين اللي طافت كنا فعالين بس نمو نفس هالسنة يعني هالسنة قمنا ننافس على التوب ثري بجامعة الكويت أو التوب تو هو ملاحظة يعني بآخر السنين في الجامعة صار فيه ظهور غوي لجمعيات المهندسين أو الكليات الأخرى يعني بآخر ثلاث سنين أربعة سنين قبل ما كان لها ظهور شون أسبابها يعني من هل هي من البروفيسور أو من الطلبة نفسهم أو من الجامعة هو من الطلبة نفسهم لما يكون فيه يعني أنه هو الجمعيات المهنية فيها دافع التطوع هي من أهم يعني الأسباب للجمعيات المهنية أنه عمل تطوعي أنت ما قاعد تربح أي شي يعني ماكو شي ربحي إحنا الجمعية غير ربحية أكبر همنا فايدة الطلبة البعض يقولون زين أنا شون أستفيد دام أنه أنا هو عمل تطوعي ما لا لي ربحية هل راح يفيدني يجد دام بالوظيفة هل راح يفيدني مع الطلبة أو مع الدكاترا راح يحبوني شون الفايدة نتتاقذها يعني طبعا راح يفيدك عمليا بالعمل شون راح يفيدك أنه بالوظيفة السي في مالك راح يكون أنت كنت عضو مثلا الجمعية المهنية الفلانية ويفيدك بالمعلومات يعني إحنا كأعضاء SBE نسجل بSBE الأم جمعية البترول الأم الجمعية الأم طبعا نتواصل معاهم دايما وفي يعني نفس تقدر تقول هو موقع كامل تقدر تتواصل مع أي شخص برا الكويت داخل كويت أي مكان من أعضاء الجمعية الأم من أعضاء الجمعية الأم يعني كلنا الأعضاء اللي مسجلين نقدر نتواصل مع بعض بدون شيء وتواصلكم فقط بس بالإنترنت ولا أنت أقول لكم يعني مثلا يعني أسبوع بالسنة تجمعوا في كلكم في مثلا مدينة معينة هو يصير فيه مؤتمرات داخل الكويت برا الكويت وعلى حسب الـ SBE الأم وين تحط المؤتمرات أو المعارض يعني إحنا كان عندنا معرض بـ AOM قبل ثلاث شهور أو أربع شهور تقريبا المعرض هذا كان عن النفط الثغيل هذا يعني طبعا يزيدك معلومات عن النفط داخل الخليج لأن النفط الثغيل داخل الخليج أغلبها طيب وعندك بالبحرين توه كان الأسبوع اللي طاف ميوس Middle East Oil and Gas Conference ميوس أنا رحت هناك مع مجموعة من طلبة جامعة الكويت وشاركنا بـ Petrobol وفزنا من المراكز الأولى الحمد لله وتأهلنا لي كندا وتعرفنا على ناس مو بالكويت يعني برا الكويت من البحرين أو من من العالم كله يعني في من مصر في من سعودية في من البحرين عندك من أمريكا عندك من اليمن من كل مكان يعني انضمت من جمعية مهندسين بترول الأهم أي نعم واللي كان مازك الموضوع الأستاذ سامي لنعم موجه له تحية زين أنت وكجمعية مهندسين بترول في جامعة كويت هل لكم يعني جهة ضغط على الدكاترا أو على الجامعة في مثلا قرار معين مثلا قرار تحويل تحويل من تخصص لي تخصص يعني مثلا تحويل تخصصكم حاطين لنسبة معينة تابعون تنزون نسبة تابعون ترفعوا نسبة هل لكم جهة ضغط وهو احنا كجمعيات مهنية ما لنا أي جهة ضغط بس اللي لهم يعني الأحقية أنها يعني يعني اللهم الصراحية يتحركون اللي لهم صحيح أن يتحركون جمعية الهندسة والبترول وهم قاعد يتحركون بهذا الموضوع بس ما كوا يعني ما حد قاعد يسمع متازل زي أنتم مع جمعية الهندسة والبترول طبعا كل قسم لكم كل قسم بالهندسة لجمعية لا جمعية هل أنتم تواصلون مع جمعية الهندسة والبترول يعني مثلا اجتماعات شهرية أو أسبوعية أو كل واحد قاعد يشتغل بروحة لا هو كل واحد يشتغل بروحة بس جمعية الهندسة والبترول ساعدونا بكذا شغل لأنهم اللي لهم الصلاحية بالجامعة فهم ساعدونا بكذا شاء الله وما قصروا معنا مثل يعني إذا نبي مثلا نحجز قاعة فلانية أو نحجز الممر مثلا عندنا نسوي الهندسات بل ممر تسعخة هذا معروف عندنا بكلية الهندسة ممر تسعخة إذا بنحجز لازم أن نوقع فورما ومن هالكلام فنروح حق الجمعية الأم إذا أحد عطل شغلنا لأن مرات يتعطل شغلنا لأننا كجمعية مهنية ما لنا الحق أن نسوي هذا الهندس فهم يسوونه باسمهم ويساعدونه أنت تنصح الطلبة بانضمام العمل تطوعي هذا أو لا تنصح أي أنصحه بشدة لا تشوف أنه يأثر على الدراسة والتأخير الدراسي نهائيا هو يفيدك دراسيا ما مميزاته التي تنصح الطلبة أنهم يدشون المجال هذا طبعا أن أنت كطالب هندسة يعني الضغوطات الدراسة فأنت لازم تطلع من الضغوطات الدراسة والعمل الجماعي يعني شوي طلعك من الضغوطات الدراسة وهم أنت قاعد تدرس بس أن الضغوطات اللي عليك تخف شوي مع العمل الجماعي يعني لما تشوف نفسك أنه قاعد تشتغل الاسترس كلا يروح ويفيد بتكوين المعارف نعم نعم متاس نحن نتكلم معاك كطالب شنو مشاكة تواجهها في كلية الهندسة وبدرون المصافط بس طبعا ما هدقاء يسمع بهالموضوع المصافط فقط والتحويل التحويل شنو يعني العغبة بالتحويل التحويل يعني كان المعدل اللي يبونه عشان تحول من كلية العلوم أو أي كلية ثانية ثلاثة فاصلة صفر عشان تحول تحويل خارجي التحويل الداخلي كان على حسب التخصص مثلا هندسة كهربائية هندسة فترول إذا شواغر 2.3 2.4 شديد أنت محول أما الآن خلوهم بكلهم 3.0 السبب يقول لك عشان يسهل علينا يسهل عليهم أهمك كعمادة ويصعب علينا إحنا كطلبة أنت كطالب سمعنا وايد في الأيام أنا أتخرجك على 3.4 سنين ما عندي وظيفة أنت كطالب أو أنت كعضو جمعية شنو اللي تقدر تحرك فيه عشان تحل هالمشكلة أو شنو اللي بنظرك هو يكون حل والله عشان أكون صريح معاك أنا ما أدري شلون بيحلون الموضوع بس إحنا كطلبة بترول هندسة بترول يعني متعزمين يعني ما ندري بنتخرج هل راح نحصل وظيفة أو ما راح نحصل وظيفة تحويل ما نقدر تحول وقعدة بالتخصص ما تلي إذا أنت لك مستقبل أو لا لك مستقبل ما ناقشتوها وإعضاء جميع البترول طبعا نتناقش يعني بيننا وبين بعض بس ما نقدر يعني نكلم أحد لأن حتى لو كلمنا ما أحد قاعد يسمعنا ليش ما تقدر نتكلم ويا أحد ليش ما يشير مثلا اجتماع مع هيئة التدريش أو أعضاء هيئة التدريش أو الإدارة أو اجتماع مع جمعية الهندسة وبترول بوضع بيان أو حتى ما راح يفيد البيان إلا إذا كان من جمعية الهندسة والبترول لأن أهما المسؤولين وهم طلعوا بيان وكلموا أكثر من جهة بس ما أحد قاعد يتحرك من قبل العمادة يعني أنت كطالبة حين في جامعة كويت اللي تواجه بس المصافط والتحويل نعم غير أنه ما ماكو مشاكل مع الدكاترة في الامتحانات الأف الأي أخو في مشاكل طبعا مع الدكاترة بس أنه في دكاترة يظلمك بدون حق أما أغلب الدكاترة عندنا ما يقصرون بس في أقلية اللي لكي ما أدري ما أدري شي يقول عضو جمعية هندسة البترول سعود رشيدي شاكري لك على حضورك تواجدك مشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتي وكذلك لنهاية الحلقة على أمل أن نلتقي في ودوة محبة في المرة الغادمة إن شاء الله أسبوعونا على خير